السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكلهم تابعين مطبخ نوننا الحجيري النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة من اكلات كنتاكي اللي ولادنا بيحبوها وبيطلبوها هنجبها لهم لحد البيت طبعا كل حاجة بنعملها في البيت زي ما احنا متفقين انضف واوفر واحسن وافضل بكتير من اكل برا هنعمل ستريبس الدجاج بتاع كنتاكي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وقدمت معاه رز الريزو رز الريزو كنت عملته قبل كده معاكم وحط لكم لينك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف مردتش ان انا اعمله معاكم في نفس الفيديو النهاردة علشان الفيديو مبقاش طويل علينا ونقدر نكمله بكل سهولة قدقل فراخشاهي ونعمة جدا ومستوية جدا جدا وفيها سنة الارمشة الطحفة شايفين شكلها قدقل يفتح النفس ولا اشهى ولا اطيب ولا احسن بكتير من اكل برا اكيد يلا بنا نبدأ ونشوف المقادر بطريقة التحضير وما تنسونيش لايك واشتراك في القناة للي اول مرة يشرفني بسم الله اول حاجة عندي هنا نص كباية من اللبن الحليب ضفت عليهم ملح وضفت عليهم بصل بودر وتوم بودر انصص معالق صغيرة من معلقة البهارات وكمان ضفت عليهم جنزبيل وبهارات دجاج وحقلبهم كويس جدا وحبق دلوقتي اضيف فيهم قطع الدجاج الدجاج بتاعي في ليه او بنيه قطع الوحدة اسمها نصين بالطول زي ما احنا شايفين بيبقى عبارة عن قطع دجاج طولية حسيب الدجاج في خليط النقع مدة لا تقل عن ساعة وكل ما استبناها اكتر كل ما كان افضل نبدأ بدلوقتي نحضر مع بعض بعد مرور الساعة خليط التغطية عندي كوباية من دقيق هضيف عليها بصل بودر وتوم بودر وهقلبهم وحسيبهم على جنب وحنحضر باقي الخليط دي اول حاجة في خليط التغطية نحضر الجزء التاني من خليط التغطية عندي هنا مقدار ربع كوباية من اللبن الحليب ضفت عليهم معلقة من بهارات الدجاج فقط وحنزل عليهم بمعلقتين كبار من النشا وحقلبهم كويس جدا هنلاحظ ان الخليط بدأ يتقل هو ده سمكه ما نقلقش خالص حبدأ دلوقتي اجهز الدجاج بتاعي للقلي اول حاجة باخد قطعة الدجاج بخرجها من خليط النقع اللي كنت سيبا فيها في التلاجة وبحطه في الدقيق اللي سبق وبهرناه مع بعض بالتوابل اغطي قطعة الدجاج في الدقيق كويس جدا من الناحيتين وبعد كده ححطه في خليط اللبن والنشا ركزوا لان الخطوات دي مهمة جدا هي اللي بتساعد على القرمشة والطبقة الخارجية بتاعت الدجاج بعد ما حطيته في خليط اللبن والنشا رجعت تاني حطيته في الدقيق وحستمر باقي قطع الدجاج بنفس الطريقة وبنفس الخطوات بغطيها كويس جدا بعد ما خرجها من خليط اللبن والنشا بتدقيق من الناحيتين عندي تصالب تجاز فيها زيت غزير الزيت لازم يبقى كتير علشان يغطي قطع الدجاج لما حطها فيه اول الزيت ما يسخن جدا بحط قطع الدجاج النار بتبقى عالية بعد كده بخلي النار عالوسط بحاجة بسيطة جدا يعني ما تبقاش عالية علشان ما يتحرقش الطبقة الخارجية ومن الداخل ألاقي الدجاج ما استواش اول ما يديني لون بقلب على الناحية التانية وياخد نفس اللون شايفين الطبقة الخارجية نفشت ازاي دي اللي كلها ارمشة والحمد لله ما خرجتش مني في التقلية في الزيت يعني ما تقلقوش ابدا امشوا على نفس الخطوات وبإذن الله ينجح معاكم وكملت بقيت الدجاج زي ما احنا شايفين وخرجتها طبعا من الزيت على ورق مناديل مطبخ شان تمتص الدهون الزيادة وبعد كده كنت محضرة طبعا رز الريزو وقدمته في السيرفيز بالشكل اللي احنا شايفينه حطيت شوية من الرز في قالب وبعد كده فرشت الورق الخاص او ورق الكابتشو وبعد كده رصيت فيه قطع الدجاج واي جرنشة على حسب المتوفر وعلى حسب الازواء انا كنت بشرة برضو شوية من الجزر حبيت ان انا اكثر لون بتاع الرز ولون الخاص ان انا رشيت شوية من الورنج بتاع الجزر واكيد بعد كده في التقديم كل واحدة لحسب زوقه على حسب الطريقة اللي هو بيحبها النهاردة قدمتلكم الاكلة دي من كنتاكي سهلة وبسيطة وكمان سريعة وطعمها ولا اطيب جربوها وان شاء الله تنل اعجابكم كانت معكم ان الحجيري صحتين وهنا لقلبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة